له سؤال آخر يتعلق بزوجته أيضا يقول هي كثيرة الشجار مع والدتي في مصر ووالدتي تريد مني أن أطلقها وأنا حائر بين الوالدة وبين أطفالي ومصيرهم بعد الطلاق علما بأنني شاب متدين والحمد لله ولا أريد أن أغضب الله بالطلاق أو أغضب والدتي التي أمر الله بطاعتها وقد قرأت حديثا عن عبد الله بن عمر ما معناه أن له امرأة كان يحبها وكانت أمه تريد منه أن يطلقها فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له إن طاعة الوالدين أحد أبواب الجنة فإن شئت فأباه فنرجو الرد أثابكم الله أولا قضية بن عمر ليست مع أمه نعم وإنما هي مع أبيه عمر بن الحطاب رضي الله تعالى عنه وأما قضية ما ذكرت من حالة زوجتك مع أمك وأنها تشاجرها وأن أمك تطلب منك طلاقها هذا واضح أن هذه المرأة تؤذي أمك ولا يجوز لك أن تقرها على ذلك فإذا كان بإمكانك أن تأخذ على يدها وأن تمنعها من هذه المشاجرة وبإمكانك الإصلاح بين أمك وزوجتك فإنه يتعين عليك ذلك ولا تذهب للطلاق أو إذا كان بإمكانك أن تجعل زوجتك في مسكن وأمك في مسكن آخر وتستطيع القيام بذلك فهذا إذا حل آخر أما إذا لم تستطع شيئا من ذلك وبقيت زوجتك تشاجر أمك وتغضبها فحينئذ لا مناصة من الطلاق طاعة لوالدتك وإزالة للضرر عنها ومن ترك شيئا عوضه الله خيرا منه على كل حال عالجي الأمور بما تستطيع ولعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح من أمرك ولا تجعل الطلاق إلا آخر الحلول إذا لم تستطع حلا غيرها